حياكم بالزبدة معكم خاد واليوم راح نشوف الـ Apple Watch 4 أو Series 4 لكن هو الأصدار الخامس من أبل أول واحدة كان يسمها الـ Apple Watch ثانية واحدة Series 1 Series 2, 3, 4 هذه 4 لكن هي الأصدار الخامس هذه هي يسمونها Series 0 أو هي بس كانت الـ Apple Watch أول ما انزلت وهذه هي الـ Apple Watch الوحيدة اللي أنا اشريتها وشفت أني طورت معاي حوالي خمس سنين ما شفت أني أحتاج يعني أشتري ساعة جديدة وأطورها لأن استخدامي أنا حقها أكثر شيء كساعة أشوف الساعة أشوف درجة الحارة وأشوف الـ Notifications وسويت عنها فيديوين شنو أحب بالساعة وشنو ما أحب بالساعة هالمرة تغييرات راح تكون خارج الساعة أيضا ملحوظة وأولها هي الشاشة تغير حجم الساعة صار من 38 إلى 40 ومن 42 إلى 44 فـ 2 ملي زيادة على حجم الساعتين اللي هما لنا ساعة تنزل فيها حجمين الحين ننزل منها الـ 40 والـ 44 ملي الساعة اللي عندنا إياها هنية هي الـ 44 ملي Space Gray Aluminum Case Black Sport Band هو أكثر موديلة حسن موجود بالسوق وأكثر الناس اللي راح يشترون الساعة راح يشترون الساعة باللون هذا والـ الجلدة أو الربطة اللي هي السبورت باند الأسود طبعا الشي الوحيد اللي خلاني أبي ساعة يديدة لأنه الساعة الأولى اللي هي الـ Series Zero اللي هي عنديها هني ما تقرأت تويلها أبديت على الـ Watch OS 5 اللي هي الأبديتات أو التحديثات اللي يديدة اللي عندي واقفة على 4.1.2 على ما أعتقد أول شي عندنا هنين بطل المكانين هذي للـ الخلف تبطل معانا بالطريقة هذي الربطات المختلفة اللي تقرأت تغير فيها الساعة والأشياء والأشكال والألوان المختلفة اللي تقرأت تسوي منها Combinations علشان تكون مفصلة حقك وسطيلك أول شي نشوف أنهنين تطلع معانا الساعة مغلفة في مثل خام يحميلك الساعة وحاطين من الخلف هنين 44 ملي بس تسحب الساعة بطريقة هذي وتطلع معاك الساعة طبعا لازم حط عليها الربطة هذي شاحن الساعة اللي هو يصير عن طريق المناطيس طب الأكبر اختلاف بركمية أن الشاشة اليديدة تكون دائرية على الحواف الشاشة القديمة تكون فقط مربع تملأ الشاشة وفيها بزلز أصغر ديزاين يديد حق السنسر بالخلف ويعطيك ميزة يديدة اسمها الـ EKG اللي يسوي لك تخطيط حق القلب لكن هذي الميزة حاليا متوفرة بس في الدول معينة ومو متوفرة في الكويت فما أقدر أجربها حاليا عندنا الأشكال يديدة أو watch faces يديدة أول واحدة هي complications اللي تعطيك complications wide تعقيدات في نص الشاشة تعطيك أكثر عدد من الخواص في الساعة في شاشة واحدة ووايد ناس عجبهم هذا الشيء Infograph modular watch face منتظم شوية معطيك هم حق complications بطريقة رقمية أكثر وثانتها عندنا الـ watch face اللي مسوينا من تأثيرات تصويرية وتصوير حقيقي للنار والماء والبخار مسوينا بطريقة ويد حلوة مصورينها كلها بالحقيقة أنا عن نفسي ليحنا فضل الـ watch face البسيط هذا ما دل إيش يعجبني wide ويد بسيط هو الـ watch face اللي حباس تخدمها دائما قبل لما تكلم سيري لازم تضغط على الدقمة الجانبية لكن حاليا كل اللي لازم تسويه إنه ترفع الساعة Hey Siri what's the temperature in Kuwait It's 16 degrees right now in Kuwait city في شغلة سمه walkie talkie mode تقال تسويها مع الـ contacts اللي عندك إنه تقال تكلمهم عن طريق تسجيلات صوتية بسيطة تطلع عندهم ويرسولوك أنت ويصير بينك وبينهم محادثة هي عبارة عن الـ walkie talkie جهاز قديم كنا نستخدمه قبل وإحنا يا هال كل واحد يكون عنده الجهاز يضغط عليه يتكلم والثاني يسمعه بعد أن هو يصير دوره ويصير بينك وبينها محادثة الساعة فيها ويد ويد إيجابيات الباند اللي فيها ألوانها حلوة الألوان اللي يديده ليها السلفر والأسود والذهبي بالألمنيوم والستيل أشكالها ويد ويد حلوة لون الـ Space Gray اللي تشوفونه هني اللون جبار جدا خاصة إذا لابسين ملابس سودا تمشي معها لما نتحرك تاج الساعة أو الكراون راح تسمع الصوت Vibrations أو هزاز خفيف يبقينك أنك تقع تسخدم ساعة ميكانيكية أيضا حسنوا الميكروفون والسماعات في هذه الساعة راح يكون صوتي ويد أوضح والشخص اللي قاعد تسمعه ويد راح يكون صوته أوضح الساعة هذي مصنوعة من الألمنيوم والسنسر بالخلف كلها مغطة بالسيراميك اللي مفروض يطول معاك مدى الحياة طبعا تقردش بالماء بساعة هذي اللي عمق خمسين متر والألمنيوم دائما يي معاها الزجاج من الأمام أما الساعة الثانية اللي هي الـ Stainless Steel يي معاها الكريستال اللي ما ينخدش بسرعة مع كل التغييرات الإيجابية هذي ساعة ينقصها بعض الأشياء اللي يشوفها مهمة جداً وهي الـ Custom Watch Faces انك انت بنفسك تسوي Watch Faces أو يكون في أب ستور حق الـ Watch Faces ما تقدر تغير سيري إلى مساعد ثاني مثل Google Assistant أو Alexa لكن الحين قاعد نشوفها حتى مو بس من أبل كل الشركات اللي هي تخليك بس تخدم مساعدهم فقط بالديموة الأساسية شيء للحين الناس تشوفونها سلبي ان الساعة ما فيها Always On أو دائماً تكون شغالة لازم اتي ترفع عيدك وتشوف الساعة بطاريتها تطول يومين إلى ثلاثة أيام على عكس الساعة القديمة اللي كانت تطول معاي حدها بس يوم واحد فأنا ما عندي منعي تكون في نظام Always On بصورة خافتة وتطول معاي مثلاً يوم منص ليش لا؟ فهذه أكبر تغييرات شفناها في الـ Apple Watch 4 أدري هذا الـ Review كنتوا ناطرينه من زمان في ويدناس كلموني عنه لولي يبي يشوفون الـ Apple Watch 4 رأيي أنا شخصياً شفنا هذه خطوة حلوة من أبل التغيير البسيط اللي يعطاك شكل شاشة يديدة من دون أن يكون فيه تغيير جذري بالكامل وهذا الشيء اللي أنا أحب أشوفها في أبل حلو أنك تكرت تسعمل السيور أو الربطات القديمة من ساعتك القديمة اللي هي 38 اللي حين رح تركب على الـ 40 والـ 42 اللي حين رح تركب على الـ 44 من دون أي مشكلة هذه الساعة متوفرة في اكسايت الغانب تشوفونه عندهم في معارضهم وموقعهم الـ Online إذا عجبكم هذا الفيديو ضغطوا وإذا ما عجبكم ضغطوا وإذا بتشوفون فيديوهات زيادة من الزبدة اضغطني تشوفون سبسكرايب واضغطني تشوفون فيديوهات أخرى من الزبدة وحياكم بالزبدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة